كتاب جمع الجوامح ننادي السفرثي للإمام تاجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف فكتاب جمع الجوامح ذاير روج ذاير روج أم القرآن ذاقين بحريش انتموسني ذاير شرعيث اسمس أصول الفقه الإسنان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله لو أقيد المجلس رقم 43 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامح لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة ما زال غاك في موضوع الإجماع نضرب للإجماع مصدر من مصادر التشريع دليل من أدلة الشريعة الشريعة بعد القرآن والسنة يأتي الإجماع القرآن لم زوره أم بعد وسند السنة النبوية وسلث الإجماع ونناد الإجماع اتفاق جميع المجتهدين أو المجتهدين اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية بمعنى وقدر ديفكن الإجماع الحضر دي الإجماع إلى قذلين بقدس عن شروط الإجتهاد بمعنى وين السنة النتا شرعي وشروط الإجتهاد معروفة منها العلم بالأحكام الشرعية الواردة في القرآن مشي شرطة يحفظ القرآن كامل أماذا بك يحفظ القرآن يحفظ القرآن يلقى ذي الزرد شو قل لن دخل الأحكام الشرعية يلقى تنتظ اللانت أصرح الآية ولكن يزرب لي اللانت فقل قتل الشرطة مزواره أسنظ مثلا الربا يلقى ذي القرآن ربي حرمي بنص قطعي الدلالة وطبعا قطعي الثبوت قبل ذلك ذي ذي مين دكا بركا ما يفغان أديني أكثر أديني ورد النص التحريم في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع سورة البقرة الآية ميتين وخمس وسبعين السين برك الله فيك ولكن ما يلا يقيم ذي درجة الأولى فقط يجوز العلم بالأحكام الشرعية في القرآن والسين العلم بالأحكام الشرعية الوردة في السنة ما شو الشرطة يحفظك السنة النبي صلى الله عليه وسلم البخاري الصحيح البخاري يسعى 7275 حديثا 7275 من المكرر أن 3275 قيمة 4000 وقال البخاري يوجد المسلم يوجد المسلم الإمام أحمد يوجد المواطن الإمام مالك أرنوية أصحاب السنن إبن ماجا والتيرميذي والنساء وأبي داود وكذا أرنوية الصاحب الحاكم الصاحب المستدرك أرنوية صاحب أصحاب المستخراجات أصحاب المعاجم مثل الإمام الطابرن المعجم الكبير المعجم الأوسط والمعجم الصغر السلعقلي والإزنري الشرط والسلاثة إلا قد يسن مواطن الإجماع هذا فجد نظرك إلا قيع عرفوا مواطن الإجماع أسنظ مثلا ما هي المسائل المجمع عليها أكديني هل أجمع الصحابة على أجمع القرآن أم لا القرآن كريم إلا قد يتنزل منجماً شوية شوية القرآن ديو سير شوية 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 أي غر شوية شوية برمي السباف تساقي لتسهيل حفظه خطر مثلاً صورة البقرة أكتب الغرق رابيد أكتب الغرق سي الأية الأولى أما الأية الأخيرة ذيك سميتين وستة وثمانين آية وقدرنوه صورة العمران ذيك سميتين آية سيارة المدية سيارة الصفحية إلا قد تحفظه مستحيل مستحيل لذلك من حكمة الله عز وجل أن نزل القرآن منجماً حتى المؤلاء الكفار المشركين إصقرنا لو لا أنزل هذا القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ربي ريس كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا مع انتهى ربي سبحانه يرئيسني الكفار الحكمة ينز سبحانه ينزلت شوية شوية هذا مكان لكي يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت حكمة من الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه يخدمس الثبات والثبيت ما دنزل القرآن دلنت المشاكين لهمهم ثلوفا أدنزل القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ها ولكان إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذن فلكني نغى القرآن ره مكتوب إذن عثمان الوقت طبعا تم الجمعة الأول في عهد أبي بكر بعد أن يكمل ذي المهمة من الجمعة الأخير في عهد عثمان نعفان ذي ندفغ المصحف الإمام الذي استنسخا ووزعا على الأمصار يكفى ووال آه صفي إيه إجمعنا ماشي إجمع إجمع إيه إجمع أجمع الصحابة نكوني ثورة يصحاق دثورة أنفد الله راي باش نظر شوي سوال إجمع أنا مشاور نكوني ثورة هنا وأنكسي الإجمع أبدا حسنا الحمد لله القرآن ذي المصحف وأنكسي سعين ذي المرنس ذي المصحف الخير الربح يرنيس إلى المصحف إلى المصحف نكوني قرس المصحف المصحف الشريف فقمسألة إجمع قدرنا حاجة نظر أبو بكر صديق ذي الخليفة نغال إلا إلا فلس إجمع وبالقياسة لأننا سيغل في درشحا الصحابة اسقار النبي عليه الصلاة والسلام أراضيه إماما صلاة يخيم هالك النبي عليه الصلاة والسلام أنوي يقدم باش هذه الظلس الغشي الصحابة يقدم زيد بن ثابت أنوي يقدم يقدم خالد بن الواليد أنوي يقدم أبو عبيدة عامر بن الجرح أنوي يقدم بكر صديق هذي غالص صحابة الناس منهم عمر بالخطاب يسمى دم إن فيصل الله عليه السلام يقدميه هذه الظلس الغشي الصحابة والذي نكوني أثن قدم ذي الخليفة هذا غالص فهم الفلاس فولا ما مه فيك مسألة جماحات أجمع الصحابة على أن ميراث الجدة السدس ربي لم يذكره في القرآن لا ريطاج ودينا رأي مش حالة ثوين الجدة إلا حديث تسين لك الصحابة تسين لك الصحابة تسين لك الصحابة ولكن المغيرة بن الشعب مديبلغ الصحابة صرع لهم يجمع أن ميراث الجدة السدس أنسيزيام يونما يموثي جد جدس نصيز ما ولش إمّاس ما ولش إمّاس خطر ما ثلاث إمّاس ستس جدس تسوي ولو ولكن ما ثلاثت إمّاس جدس تسوي أنسيزيام إما يجد سناث جدس سفاف جدس إمّاس أنسيزيام ثلاثت يرسنت بالتسوي إما يجد جدس ذاذس إن OM سلاثت جداثين جدس падرني أبوية جدس ماترني ويجد ذاذس أم millor من الصحابة جدس incumbent مور ولكن يجب أن تسمي هذا مبنى مثن ولكن هذا مبنى مثن ويجب أن تسمى هذا مبنى هذا مبنى خاطئ ما هذا المثال؟ إذا لم نسمع 200, 500, 700 800 خطرتك أو تفضلتك إذا نصلتوا إلى الإنترنت لم يحصل الإجماع والدعاء الإجماع غير صحيح أتصغر ذا العلم كاتي مينوط كاتي مينوط كاتي مينوط كاتي مينوط كان يغرغ الشريعة 900 ألف من الإجماعات يقدر عنه ولكن لو أنت لم يجمعهم لو أنتم خلفهم الصحابة عادي أن وقل الخرم القرآن فيه مسفهاما إلا وأن ذا الإجماع إجماع الصحابة سؤال الآخر القراءات كيف كيف لا يجب أن يجب أن يجب أن تكون القراءة يقولون مالك يوم الدين وإضاء مالك يوم الدين لي ورش وإضاء مالك يوم الدين صحابة يقول يوم الدين يوم الدين يا بني صورة لقمان يا بني ورش قالون شعبا الدوري يوم الدين يوم الدين يوم الدين يوم الدين يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إلى أخير الدين ربي سبحانه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قراءة النظام وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ المُسْتَقِيمِ إذِي وَرش وَزِنُوا بِالْقُصْطَاصِ المُسْتَقِيمِ ها نمسفهام 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 إيه لقى نمسفهام خطر نمسفهاما ذاين أوذن اثني كسلني القرآن غيرا نفيصل الله عليه السلام مش ذنكنين وغد الصحارث أولا ما أسلو تعوين أو أنعاميه أصرع لها إجماعا ذاين السؤال الآخر هل يجوز تجوز إمامة النساء للرجال؟ أدستمطوث ذنست أريخة من الإمام أدنستم كوني أدستمطوث أدخل من الدارس والخطبات وبعد أن نكون هناك نظل فيرس صار إجماع خطئ ثم طوطة تظل كتلاوين الغوخامة ثم غارثة تظل ثلاثينيس نغيس سيس ثلاثة تظل كتسم غارثة ثلاثة تظل ثلاثة تظل ثلاثة تظل عبادات وتلمعاملات إذن هذا شرط من شروط المشتهد أن يكون عارفاً باللغة العربية قال إن إن كنا لا أعرفت ولا شيء أتفهم كنا كبيبيري كيف أرى فهم القرآن أمي أربي قال في سورة النساء ما معنى الكلالة؟ مرس سندرة والكلالة ظلموح على تجوض مستحيل لا تفهم شيئاً إذن السندرة في شيء خطئ أتفهم لذلك هناك رأي يقول الإجماع يجب يجب إجتهاد الأمة بالعوام العلماء الجميعاً هناك رأي الحفظ أنا نسأل رأيها نسأل المعنى من ذلك المرة السمحة إن كنا أدخلنا إن كنا إن كنا إن كنا مجرد إن كنا مجرد أبداً يجب ان يفهموا الامير اي افهموا أمير اي افهمه اي افهموا ماذا يعني؟ أعتقد أني سمكنوا بشكل جيد جميع الطاقة ومع الطاقة ومع الطاقة ومع الطاقة ومع الطاقة لا يوجد أنه يجب أن يكون هناك سفي الإجماعي كليون ذي خط الإجماع حتى في الأمور العلمية والأمور دنيوية كما سيأتي البيان هذا نرنو الشرط ويل لذلك السجي أنكمل وأن إجماع كل كل من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين يكمل وأهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة هذا تجدين سبكي إفكاد الرئيسي تم سألقي أول سؤال يطرح لماذا ذكر هؤلاء على وجه الخصوص لورود نصوص بشأنها لذلك وضع هذه المسائل في الميزان وأعطى رأيه ننصف الإجماع الذي يعتد به إجماع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الأحكام وقد شرحنا هذا فيما سبق ولكن إجماع أهل المدينة أهل المدينة المدينة المنورة هل ترى هو حجة عند تجد الدين السبكي هذه قرص لقبرنسان سوازلنسان سلحرمانسان نفي عليه الصلاة والسلام ندى المدينة تنفيخ بثها هاو النص هذا في وردة نصوص لذا ذكرها لورود النصوص سلق درنسان أهل المدينة ولكن إجماعهم وحدهم ليس حجة ما انتهى ورهم باقي العلماء أندلا ويضع علماء مكة الصحاباء مكة الصحاباء لنرحنا البصرة لنرحنا الكوفة تفرق الصحابة في الأمصار ولكن كون الندب اللي عامل أهل المدينة خاصة في المدرسة المالكية هو أصل من الأصول نعم هذا لا يتلف مع هذا ما كيش تنافي لقناها الضرف الحجية في الإجماع ولكن عند المالكية كما ذكر ذلك الباجي وذكر ذلك القرافي صاحب الذخيرة دليل دليل أصل من أصول الاستدلال عند السادة المالكية ولا تعرض حتى المالكي يقر نقر نقر نوقي ماشي يجمع نكون يغر نظر مصدر وفعلا أمشي تجفز الإقامة والآذان وطوص تمسال مصدرها عمل أهل المدينة صحيح ولكن هل يعتبر ذلك إجماعا كما كنا نشرحه الجواب لا ونوافق تجد سبك في هذا رأي رغم قولنا بما قاله السادة المالكية بأن عمل أهل المدينة من أصول المالكية ومن أصول المهمة جدا برك الله فيك شكرا جزيلا لو اعتبرناه إجماعا لكان ملزما لجميع المسلمين وأهل البيت ربي سبحانه ليذهب عنكم الريس الريس أهل البيت ويطهركم تطهير صورة الأحزاب الآية ثلاثة وثلاثة إذن آل البيت رضي الله عنهم لهم قدرهم ذكر في القرآن وذكر قدرهم في السنة المطهرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ولكن إذا أجمعوا هل ذلك إجمع؟ لا ليس إجمعا هم التفاق ولكن باقي المسلمين لا يلزمونهم لا يلزمونهم يفصل في مثال والخلفاء الراشدي والخلفاء الأربعة كدنا والخلفاء الأربعة وقد قرغل المتني دي ناتج دي سوكي أيضا إذا غلت دليل في الأسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الحديث صحيح أخرجه الإمام ابن حبان والإمام الحاكم في مستدركه والإمام أبو داود والإمام الترمذي وابن ماجع وما زاله وياض ولكن هل ما أجمع له الخلفاء الأربعة أبو بكر صديق وعمر أبو الخطاب وعثم بن عفان وعلي بن أبي طالب هل يلزم الأمة جميعا الجواب لا ليس إجماعا ملزما للأمة ولكن على علو قدرهم إلا وان دا أن نذفع شو دلنا النثني إلا وان دا نخالف نسع النصص النظام نسع الظروف النظام نبدل المثمسال يبدل الحياة يبدل شو مد المجتهد بعد ذلك من التابعين يديو سنبعد الصحابة فكان برأي وائض عادي مش في مجال قطعيات دلنا القطعيات وردت لكن دي المجال الاجتهاد عند العلماء المجتهدون أجمع وكذلك الخلفة ولكن مع ذلك ليس بحجة ملزمة للمسلمين جميعا إن دوا الشيخين لماذا ذكر الشيخين هو ذكي جدا تأجي الدين السبكي هاي غردي بذري الشيخين أشو يقصد داقي بوب كاركوذ عمر دايا هاي السينة كده يقصد هاي غردي لكس الأحاديث من هذه الأحاديث اقتدوا باللذين من بعدي وكذلك وكذلك أبو بكاركوذ عمر ذا غسع المقام نخطر كل وشي المقام ميسا الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولكن كلي وانس وزاليس شيني كان العمومي هاي دينظ العمومي أثني حفظ ربي أسمحي مخلف هاي غردي الفلانية خير بايض دينظة يا الله غالب إلى الميزان عميهين ضعرضي ويض ليرقل أندا يكول الالتزامات الهربة تسلك عميهين يتعون يقلل لني مغفان ويض نظ ولو ولو سيضاني عيون الفقار كنت اختاريك من الفقارة والمساك ذا عميك مهم قراد أي غرث تختار إلى الميزان الصحابة رضي الله عنهم كلهم سعن المقام علي ولكن يتكاملون ولا يتكررون كليون ذا شو اقسع يفررد ذي الحياتي لو كان عمر بالخطاب أدس ورحيون للمعنى كني العدل يخاف عثمان بن عفان أدم اشتظ الحياة الرجل الذي تستح منه الملائكة أدم اشتظ يقيم الليل كثير يقوم الليل كثير والصلاة بالليل والناس نيام نسي دينا ولقي إلى آخره معاذ بن الجبل هذا المخي حاجة أعلم الصحابة بالحلال والحرام ذنس ذنس ذنو تير ذي الوقت الني سلو يقين ذنس افهم مثال مليح زيد بن ثابت اه لانت مسائل دقيقة جدا افرس انت افرس انت اذا سلو باتيماتيك باش انت فاهم الله باش انت نفهم اخي نعم ديون واس اش نغ آية في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للزكري مثل حظ الانثيين فإن كنا نساء فوق ثنتين فله نثل ما ترك وإن كانت واحدة فله النص مستحيل تفهم الآياج مستند الماتماتيك impossible سيوم السنظ نحن نكسيد في كان للا ريپونس مولاش لو طابلو يلا إلا قاتل السنظ المعادلات ذات المجهول الواحد باش سيدافل مو السنظ رتقي ذي المو حال سيدافل طبعا ولقي يسمعه الناس الحمد لله روهم بالآلاف اللي روهم يتبعو يعلمون ذلك باش كذا نظر باللي ذي الوقت نفع صلت السلام يفكي يصل لقراداك واعلم هم بالفرائض إن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله وفي دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان أكا أم بعد وأعلمهم بالحلال والحرام معاد وأعلمهم بالفرائض زيد المديوض ولكل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجرح يسمي أمين الأمة بكم أيها الحياة لدي سير العطيرة أدفن أنت أمين رضي الله عنهم أجمع بذلك حاجة أخرى وأهل الحرمين ماذا يقصد أهل الحرمين؟ مكاو المدينة ولكن مكاو المدينة إقساني نصدق المسلمين ويظن لأن إفريقيا لأن إدونيسيا ماليزيا عراق لذلك أهل مكاو المدينة إن شاء الله ورح المربيون حج أو عمرات أو في زوج وأهل المصرين لاذا يقصد أهل الحرمين؟ الكوفة أو الكوفة البصرة يعني مستقر الكثير من الصحابة كثير من العلماء أهل الكوفة أو أهل البصرة وكذلك كامل سمحتي لهم مناقب وفضائل سعى المناقب فضائل ولكن هل هذه المناقب والفضائل تجعلنا نقر بإجماعهم فقط وحدهم؟ ونعتبره إجماعا ملزما لنا؟ الجواب لا لذلك تجد دين سبكي رحمه الله قال غير حجة هذا ليس إجماعا والذلك يحضر في الإجماع من بعد يحضر ذلك في كذلك من بعد يفكي يخدم ججمان يفكي يخدم حكم في الأخير غير حجة وهو الصواب يكمل يناد وأن المنقول بالآحاد حجة ماذا يقصد؟ أي الإجماع الذي نقل إلينا بالآحاد يعتبر حجة فإذا رضينا بالأحاديث النبوية التي نقلت إلينا بالآحاد يحتج بها وتستنبط منها الأحكام فكذلك ما نقل إلينا إجماعا بالآحاد ينتجي ونغصين واحد ولا ثلاثة أيضا يعتبر حجة يفرسيت إن أدوى أن المنقول بالآحاد حجة أماكنكم دنير تجدين سبكذا حدث بوال أوليس والزيل يرني غمق يسعى المعاني في مقرن وهو الصحيح نجمعا نثني يكفي إما إلا لنعشرين الله يبارك إما لنثلاثة ذي يقل لن الله يبارك أشيقار وأنه لا يشترط عدد التواتر المهم وقدس عن الصفات إلا لنجمعا نيكفي لذلك لن تلإجماعات أندى لن عشرين علامة ذي إلا واندى لن عشرة إلا واندى لن سبعة إلا واندى لن مئتين وثلاثة وهكذا عادي ألا واندى لن يشترط هذا في مسال بالأمثلة الواقعية في مسال يمكن أن نقل لن تلترط لن سيني في اللحن كفا من المسال لنتم تلترط ذيا إذا ستسرطني لن تلترط دايق لان وانت قرار يكو انشدغن تدارث مياه غار خطر ثمثل انتفلح انتفلح انتفلحث اني مقل كان يفلح ثمثل انتشار عيث وقاذي غارن شريع وقاذي سنتشار عيث ثمثل اللغة تمثليث اميث قفاليث اميث عرفت اميث رميث اميث اي لغة اثنين كان ثمثل الانفورماتيك امييليث الدرس ساعة أربعان اميث اي لغة اميث داع وقال انتظر انا توجد صح انا توجد صح انا توجد رفه ثمثل 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 كشعر هناك بارض اختيار اختيار خطر الاجمعات لماذا كان لا يعني منقل العبادات ومعاملات الشراء ثمثل ثمثل اين قيل وأنه لا يشترط عدد التواطر وخالف إمام الحرمين معنى دايما يذكر الخلاف للأمانة العلمية إكسعى تاج الدين السبك يشير إلى الخلاف ويذكر العلماء المخالفين من أصحاب الذكر والشأن وقالت عن ذلك نسالت ذي الميدان فقط وهذا هو الشرع والعقل إلى أن يقول وأن انقراض العصر لا يشترط انقراض العصر يعني إذن مثل تاقي هناك من قال من شروط الإجماع الذي يعتد به انقراض العصر ما يعنيه أدفتغ مثال وقال فارضا لكن لا ذاقين كني نمس فهام فيه ونرأي صرا إجماع يذكرنا أمثلة من الإجماع وأنني أقول أنني مستعدة ندفتغ ألفين مسألة في الإجماع في العبادات وفي المعاملات ذكرنا أمثلة في القراءات ذكرنا أمثلة في جمع المصحف القرآن الكريم في كذا المصحف أشرنا إلى المصحف الإمام وذكرنا بعض المسائل في الفرائض في كذنين الآن وينصر الإجماع يلزمون والإجماع لا يتوقف وذكرنا التعريف فرضا نديروا افتراض جدلي نكوني لن ذاقي ذا الجامعة ثورة الشيخ الحدد نمشاور نسقر ذا شتيمسال كذا 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 انطفيونا الرأي مثال في جديدين الكارت جينيتيك الكلوناج التكنيك بونكير لم تورث مثال شركات شركة المساهمة شركة المسؤولة المحدودة ذات أيرل صار كذا شركة التضامن أنكشم همش الجدية الملاء الاقتصادية أنني أظهر العربون بيع بالعربون البويو عقية عن طريق العملية المختلفة المرابحة المضاربة عقد السلم عقد الاستصناع المزارعة المساقات ما زال مستعدكم دفتر 700 ثورة تجريدين يالله مشاو طبعا أين لدينا الكلوناج يكونوا شغالا يكونوا المدسان البيولوجيست وضعنا المساة أين لدينا الكلوناج ياري الغاشي ياري الغاشي ذو الحرام ياري الغاشي 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 ياري الغ Sasha ياري الغاشي الالتخاط الفقرا لا الفقرا استهل ثلاغ شخص البعض اعم اعم الان اعم الفلسفة كل حتى من نحية السياسية اها اعم د faux اعم بعد اعم احسن اك energy هذه صحابي لي deixe يالله فإنه كانت قرمري بحرام هذا يا لقد نسأل بانكي لقد نحن نخذ يعني أنه يتطول لغرفة لون إما يصرع إجماع غروة غروية نجمع مثل نوان لأنه يدينان أين في ثم سفهم ورسالة أكو نظر ألمثم يكون الزرامة يغرر يزمرت وغالب ذو قوان نوان في نام ذو الحرامة أبعد ذو قوان نوان ذو المكره فالوذاق كيف فالوذاق كيف من المريوغ الإجماع يصحى يسعى القوة ينس حجة مرنم ثيك ما انتهى وقوم قرن انقراض العصر لكوك ندينيغ سيثورا بعد أنسيكل وقسان ديون طمع ذي عيش ذاقي دي عزازك ثورا أقلاغ 24 جوان 2022 24 جوان 2022 وقوم قوان ندينيغ سيكل وقسان ديون طمع يعيش يزمر لا بأسر وقوم قرن ندينيغ سيطول سيطول بلاك في يتفضل الله عزازك وقوم قوان ندينيغ سيطول فهي تفضلي ندينيغ سيطول ثم قوان ندينيغ سيطول ندينة باشا سينين اموثا يونور يغلد قوال ولا شو يخذ من ان ركور ولا شو يخذ من معارضة ولا شو يدي يديون اجتهاد جديد ناند العلماء بهذه الطريقة ان ينقرض المجمعون في العصرين هذا يؤدي الى عادة من عقاد الاجمع المعنى يسد قرم الامات تعلق لذلك وان انقراض العصر لا يشترط سيفارك يا ربي افرح ما ربي افر يخسي اسني قرش يكوني هناك خير ان شاء الله وان انقراض العصر لا يشترط بمعنى ينعقد الاجمع بمجرد اجمعهم والسلام اتخذ من المدسان البيولوجيست ثم اجمعهم اثوالهم ثغرهم اتخذ من ما كنت يزارهم اتخذ من كم درايين لا يزم والسلام استغذي العمر اتخذ من هذا كيف كيف ترفعون الحرج عن الامة لا يكفي ان تقول الربا حرام وفرات فهي قرص لسوليشون فاصيل وريني عرض اكتافك كاودي المخي الى قدي تمرمد واثي غر واوه الى اخيره اذي فهم لأيكونامي مليح واثي غر تاريخ الكريس دي موند بلك اشيني روح لما زمن سيدا يوسف انا اميه ارنو الازمة المالية الازمة الاقتصادية من نفس سنة ارنو الازمة المالية العالمية دوميلويت غر مليح غر الشريعة مليح غر المعايير الشرعية مليح غر الاقتصاد مليح غر التكنيكو بونكار مليح غر اللواء تسفرز انا اجوز لك ان تتكلم ما كانك اجي السوليشون فاصيل اما انت ارنو الان ارنو الان 5 مينوت في اليوتيوب انا انا اجملها في هذا اجيب اليوتيوب بارك فالله ونساعم اليوتيوب مي اندام ثلاثمو سني اتزرد باللي اتزرد باللي ستسكت لذلك مسألكي افرسي التجدين سبكي اناد وان انقراض العصر لا يشترد اه هناك من اشترطان قيراظ علمائهم المهم انت سبكو لامانة افرد يكل الاراء التي ذكرها العلماء الكبار ولكم رأي ضعيف ذكره هاي غرب الشغل يفكت موسني ذايا ذايا ولكن افكاد الاختيارات ينس افكاد الاراء وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح ما شو يقصد السابقين دقي يا رفن دني يلاقصيس على الكود مثل غرض كنا كنا سنظر اجماع السابقين معنى اجماع الصحابة هانغ اجماع تابعين اه لا اقصد الامم السابقة على امة الاسلام الى واندى اجماع وعلى بلكم الياهود وقاذا يقول الان الان نجماع نجماع مهم نتنزل سعن وعلى ما نسم ولكن هل نلزم بذلك ام لا انه هو ان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح شو المعنى ييز هذا يقودنا الى موضوع اخر شرعوا من قبلنا هل هو شرعوا لنا معلش ارتاحوا قليلا لأسمع الجواب شرعوا من قبلنا كين دلوا تعداد تاع المصادر الشرية القرآن السنة الاجماع القياس مثلا المصالح المرسلة العرف الاستحسان الاستصحاب قول الصحابي وبعدين من هذه المصادر شرعوا من قبلنا السؤال هل شرعوا من قبلنا شرعوا لنا تفضلوا سؤال لكم الخوف قولوا يعني كل واحد يعطيها رأيه هديف كالرأيس نعم يعني اذا وقع الاجماع على اعتماد وتبني ما كان شرعا من قبلنا معلش نعم اذا لم يخالف المصادر التي ذكرناها بارك الله فيك تفضل يعني بارك الله فيكم هذه المسألة نجزئها نفتتها بشي سنفهم لي ما ثبت شرعا انه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت في شرعنا انه شرع لنا فهذا شرع لنا بلا خلاف اذا فتغ مثال القصاص يلا في من سبقنا القصاص يون ينغان اذم القصاص مغلا يون يجرح ويضر تجرح هذا هو القصاص يون يارزايا صبر بريز لقصر صبر بريز هذا هو ملشة ثروية ما يلوش القصاص قاتل يردوني المعني يس كوليون ذي خطم الرئيس ولكن ما إلى القصاص عقوبة امذانا اذر نظر وكوشين يغمحوكم القصاص الدنظير الذي شرعنا ولا شيء ملغروية ضغي زوار نكونين قبل الإسلام أربي مديننا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس صورة المائدة الآية 540 صفي أمر يكتبنا عليهم يمزورا ولكن بعد فيه نصص أخرى وردت في القرآن تخاطب المسلمين كل من أسلم بعد شو دينا يا ربي سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى يا خينا كتب عليكم الصيام يعني فرضا سورة البقر سورة البقر الأيامية وثمانية سبعين ونضرب بذغوة لكم في القصاص حياة يا أولي للباب الصنفاقي من من شاء يعني شاء شرع من قبلنا ورد شرعنا أنبأنا بأنه شرع على من لمن سبقنا وجاء شرعنا يثبت أن هذه اللي شرع لنا وقيل خلاف فقيل خلاف ما لم يثبت بشرعنا أصلا وقيل النوع الثاني إلا مثلا بعض الأمر إخذت مصدرها من الإسرائيليات آثاقي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا للأمم السابقة نوسيخ في شرعنا ما ثبت فيه النسخ مثلا ويضع عنهم إصراهم والأغلال التي كانت عليهم صورة الأعراف للآية مية وسبعة وخمسة الحمد لله إذن خلاص ثبت النسخ في شرعنا إذن هذا أيضا محل اتفاق لا يلزمنا ثفر ولكن النوع الثالث ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا وغد في كن دليل سي صورة يوسف بش نربح لكم الوقت روحوا لمباشرة صورة يوسف ذني قلال الجواب سمي روح نوث ماثم سيدنا يوسف ثم شاوت الزرام وكذا بعد ثم ست الصواع المالك وكذا عاون خلق شوية ودي يوين الآية قالوا نفقده صواعا غريس الكن تفضل أرفض الصوت كم خط بس وانا به زعيم شو المعني يستقليل نقص الدرجة على المهم شو المعني بدن قرأتها فسر الصواع الملك هذا مشوية مقرث الأزمة مقرث ذا كريز ايكوناميك ذي الوقت لي ما شيد يسهل لنا سفذا بعد مقرث أكثر يلا ولكن بعد الصواع الملك القانون الطبيق ذي الوقت ساعة أنت عرف يسن ساعة القانون نسم ساعة القانون نسم لذلك لقد طبقا فلاس ولكن ربي يحكي ذا كني اطبق انت شرعي السن ذي الوقت اني أعود كان يا شيخ قالوا نفقد صواع الملك كم يروح السن قليف في اللاس وين ست كثير لنا كني وين ت ديوفان أسن الريون شواري وأنا به زعين أمش سقر العقد أمش سقر عقد الجعالة حقد الجعالة السؤال مشروع غير مشروع يا الله سمحي سروح طموبيلي سروح بورطابلي بورطابلي روح ستصل الأسرار لأنه قد يقدم بورطابل البير ينسى بورطابل نروح بورطابلي أحين وين تيوفان 10 مليون هل يجوز نقل يجوز ثورمان الندل يجوز يجوز أسن يجوز دعوة الخير ويجوز سؤال لا سمحتي إلا وين هذا يجوز 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 رفوس المؤمنين يكون يشفان يكون حرزا ربين والله هذا يجوز نورم لأنه دعوة الخير بركي إلا ويظن سمحي صفي الشريعة تجيز هذا العقد يجوز هذا يجوز يجوز ويجوز ويجوز يسمى عقد الجعالة عقد الجعالة عقد الجعالة عقد الجعالة الشكل الغربة تجاري لو كانوا سنترمان أذم سنت يكون ربي يروح نذيف يتجار يتجار ويجوز ميرض ربي يتجار المائة مليون هذا هذا يتجار الهند ثلاثة 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 هذا العقد الجعالة يجوز يجوز يتجار السؤال ما هو الدليل الذي اعتمده العلماء على جواز عقد الجعالة هذا الآية رغم شرع ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح في شرعنا ولم يصرح في شرعنا أربي من يحكي الآية ودين نارا سمحتي بلي خذم ثمك خذما دي زمان سيدنا يوسف ودين ناركا خطي لو أنت دين ما يشبه ذلك هذا فتغ الدليل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كتبنا على بني إسرائيل برهم آدم قابل ذهاب النغة مخلفا يقولون يظلم وعيد أمثورا يقولون سمحتي أذي ظلم كماس يجيس الحقيس عادي ولكن لا يجوز كماس ينتقر كماس هابل إن ياسي قابل قابل إن ياسي هابل قابل إن ياسي هابل قال لأقتلنك إن ياس أكنغ ده شو سينا هابل إقابل لإن بصط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لقد أتزلظفو سيكيثن غضن كينو كنق غارا نسي قوضا رب نكون نتعلم أيضا إذا أخذونا أندى إلى الخلافة وها ربي ونخدمها لكني أخدم قابل إخذو من بعد يندوم من بعد زام ثم ما شو أخذو زفت تجدني أخذونا إذا قبل هذه الآية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ذا نكوني أظن زردش وثرويح الرب سبحانه عز وجل وإن كان ثلاث دية في القتل الخطأ نعم ثلاث ديات هناك الديات باب الديات القتل الخطأ ذي الآية 92 من صورتي ما النساء ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أحكام الشرعي اللي أنت ولكن ذي ثق شرع من قبلنا ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن لم يصرح بنسخه في شرعنا مسألة خلافية فيها خلاف كين اللي قال ألف شرع من قبلنا شرع لنا لذلك أجازوا عقد الجعالة اعتماد على ما ورد في سورة يوسف في قوله تعالى وَأَنَا بِهِ زَعِيمِ عادي وِدْهِ نَوَلَكِ هو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة النعمان نقله الإمام القارافي وغيره عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وجمهور أصحاب الإمام مالك وكذلك نقل هذا الرأي عن بعض أصحاب الإمام الشافعي وكذلك هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد الإمام أحمد لأن الرأي وايض الدينان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا من قال بهذا الرأي؟ جمهور الشافعية قالوا بهذا الرأي رواية للإمام أحمد قال بهذا الرأي وهو قول للقاضي الباقي اللاني والإمام الغزالي والإمام الرازي إلى آخره لكي لا نطيل قربت نهاية المجلس نعود إلى خاتمتي هذا الباب، هذا الكتاب نتعلي إشمع ذا شو ديننا؟ الإمام تاج الدين السبكي الخاتمة في الخاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر ولكن من أنكر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أه، وجوب الصلاوات الخمسة صح، وردت في القرآن والسنة، وردت في القرآن، أقموا الصلاة وأتوا الزكاة، وردت في السنة، صلوا كما رأيتم منه، وصلوا إلى آخره، وحصل إجماع بين قوسين، المسألة مهمة، ممكن واحد يقول لنا، ليش نروح الإجماع سيدي، مادم عندي القرآن والسنة، نقول لك الإجماع أولا من فوائده، أنه يقوي، وزدنا طمأنينة بالله هاكا، حاكا، حاكا، وصل إجماع الصحابة في مسألة من المسائل، وقد ذكرنا بعضا منها، كذلك النصص الشرعية حملة أوجه، حملة أوجه، النص حمل أوجه، فإذا أجمع الصحابة على فهم معين، هذا يطمئننا ويريح نفوسنا وعقولنا وقلوبنا، هذين النص حمل أوجه ولكن إذا كان الإجماع حصم في المسألة، الحمد لله ترتاح نفوسنا، وهناك فوائد أخرى ربحا للزمن لا أذكرها، سنذكرها، وقد ذكرنا بعضا منها فيما سبق، وذكرنا اليوم بعضها وهكذا، والمسألة تراكمية إذن ما دينكي، معنى في الأمور، ها شو دين ننسى؟ إن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، الحكم الذي ذكرناه، هذا كل حكم خاص بهذه المسألة، ولكن في المسائل الأخرى، لا لا، مثل، ماذا قال تاجدين سبكي؟ ولا يكفر جاحد الخفي، ولو منصوصا، ولو منصوصا، معنى حتى يكون فيه نص، ولكن هو مسألة خفية، جاحدها، لا يمكن أن يكفر، على وجه الإطلاق، أشنغى، ميراث بنت الإبن مع وجود بنت صلب، هناك من يجحد بهذه المسألة، رغم ولود النص، وإن كان النص كما قلت لكم لا يفهم إلا بالرياضيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي لونثيين، وإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثة ما ترك، يعني دوتير، وإن كانت واحدة فلها النص أربي في ذرد دوتيري في ذرد أندومي، هناك سوفغيد كان ميراث بنت الإبن، مورت الصندرة، المعادلة ذي الرياضيات جامد جاوث، أدعوه، وأكدوا عليه، يقدس الصند المعادلات ذات المجهول الواحد لماتيماتيك، لكي تفهم الآيات، إن بلالي مات جامد تفهم، الزيوة، من أخذت، السلتس، لكي لو تفهموا، يجب أن تفهموا، سلتسلماتيك بالرياضيات، يجحد بهذه المسألة، إلى ذلك النص، هل لا، لا، ولا يكفر جاحد الخفي، وهذه للمعلومة، بنت الإبن تارث السدس، فرضاً عند وجود البنت الصلبية تكملة للثلثين، تفعرف كيف يقدر الجواب، ولو منصوصاً، كان في خلدي أن نشرع اليوم في القياس، ولكن انتهى الوقت، لذلك ندير فقط مقدمة، خفاً، القياس، المصدر ويصر بعض، القياس، القياس تعرفه الأصولي، إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم، وتاج الدين السبكي، إفكاد التارف، أشو ديننا؟ في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، وسيأتي البيان مفصلاً في المجلس القادم إن شاء الله قدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترجمة نانسي قنقر